شباب القمة نجاحه في سن صغير لما دخلنا على صفحته بانت شخصيته والإنان هو بيتحدى الأجانب والصينيين في الجراحة أو في شولو عايزين نعرف في الضيفنا النهاردة تابعونا الفيديو اللي جاي قريعنا لكم بعد الفيديو ومعنا الباش مهندس محمد عايزين تعرفنا بنفسك أكتر اللي جاي للجمهور أنا اسمي محمد سامي عندي 34 سنة معايا أصلاً بكر ريجو ستجورو بيزنس أدمنستريشن أنا أصلاً مش خريج هندسة إلكترونيات جميل طيب أحابين نعرف مشوارك من بعد الكلية لحد ما وصلت لقب جراح وإيه اللي وصلك للقب الجراح هو أنا بعد ما خلصت كلية طبعاً اشتغلت بالشهادة بتاعتي اشتغلت في بنك بدون ذكر أسامي حققتي فيه تارجت حلوة جداً بعديها سفرت لدبي خدت كورس في الهومن ريسورس رجعت قدمت استعالتي على طول ليه؟ لأن بصراحة في الكورس هم فتحوا عناي على حاجات كتير وكنت حابب أبني لنفسي كارير إن أنا ما بقاش أمبلوير كده عادي شغال زي ما بيقولوا في الطحونة كنت حابب أتعب ولا أتعب بتاعي ده بنتيجة عايزين نعرف منك في الفترة الأخيرة ظهرت مشكلة اختراك الأي كلوت عايزين نعرف رأي حضرتك في الموضوع دي حرب بين أمريكا وبين الصين حرب بردة الموضوع ده كبير جداً بس أصلاً من فترة قريبة جداً من حوالي شهرين الصين كانت عاملة مسابقة اسمها سايبر سيكوريتي 2020 دي جابت فيها أقوى 15 فريق هاكر في العالم الخمستاشر فريق هاكر دول في منهم فريقين قدروا يختاركوا أجهزة آيفون 11 برو ماكس اللي هو عليه التحديث iOS 14 اللي هو آخر تحديث لأبل قدروا يختاركوا الأجهزة ويوصلوا للصور والكونتكت وفي عشر ثواني بس ماخدوش وقت طيب انتشر عندنا هنا في مصر في الأول كان ان التلفون بتاعك يبقى عليه آي كلاوت كانت دي بتبقى مشكلة كده ان التلفون بتاعك يتدمر فالفترة الأخيرة دي انتشرت ان انا ممكن اودي أي سنتر أو أي فني ميكروسوفت بيفكر للآي كلاوت ايه بقى القصة اللي وصلت معنا هنا في مصر ان احنا نفك الآي كلاوت بسهولة انا هقول لحضرتك هي الفكرة برضو هي حرب بردة بين أمريكا والصين وهي جاء من هناك أصلا الموضوع فاك الآي كلاوت ده بيبقى عبارة عن ايه اولا ما فيش حاجة اسمها فاكة آي كلاوت هاكر او الكلام دوت لا فاك الآي كلاوت ده بيكون من الشركة نفسها عن طريق الشركة بتفك الآي كلاوت بتاع اي تلفون انت ناس الباسورد او الايميل بتاعه عن طريق الفاتورة اللي هي إثبات ملكية التليفون فالصينين برضو أسكية جدا فقدروا يعملوا لعبة صغيرة بقوا بيخلوا الفواتير بتاعة الشركات مثلا لو حدرك روح تشتري التليفون مثلا من فودافون معك فاتورة بتاعة فودافون هو بياخد الفاتورة بتاعتك دي وبيخليها عنده بيسيفها ولما بيحتاج مثلا اي حد تليفونه ناسي الاي كلاوت بتاعه وقدر يعرف انه هو شريم من فودافون فبيحط الداتا بتاعته مكان الداتا بتاعة العميل التاني وبيبعت لقابل الفاتورة على اساس ان هي دي الفاتورة الريجنال بتاعة الموبايل على اساس ان هي دي فاتورة الموبايل فطبعا الشركة بيجي لها الفاتورة هي مية في المية هي فاتورة بتاعة فودافون بكل الداتا بتاعتها فبيفق التليفون فالفك ده بيبقى شرعي ولكن عن طريق تزوير الفواتير وده طبعا ما بيبقاش في مصر ده برا مصر يعني دي سيرفرز بتبقى شغالة عن الموضوع ده جميل خالص طيب هو احنا لقينا ليك فيديو على الصفحة بتاعتك كاتب عليه تحدي الصين وهكبت كاتب بقى من مصر فيها فراغ فالفيديو صراحة يعني ناس كتير حابة تعرف ايه موضوع الفيديو وهي ظر منع الشاشة دلوقتي تمام تمام بتشرح لنا بقى ايه الجراحة اللي انت كنت بتعملها في الفيديو دي كلها بلTT هو موضوع الفيديو ان انا غير تحداصر اي سي نظل فيديو قريب من فترة ان هو غير تقريبا خمس اي سي هات في تليفون وورده شوية كمبونتس كده مكونات أنا عايز أقول له حضرتك إن الراجل ده في الصين تقريبا عمله تمثال يعني اللي هو أنت عشان اتنين اي سي أه أنت حاجة ما حصلتش عشان غير خمس اي سي هات فأنا نزلت له بزهري فون أنا مغير فيه 11 اي سي ومغيرهم دايريكت وراء بعض أنت زي يدر بناكيتة تغير 11 اي سي أنا متهيألي يعني أنا ما شفتش حد عالميا على فكرة تقريبا معظم بتوع الصيونة اللي شغالين في الإلكترونيكس المعروفين في العالم هم أصدقائهم عندي على الفيسبوك أنا ما شفتش حد في يوم قبل كده نزلت بفيديو وعلى فكرة هما بينزلوا بفيديوهات زي كده برضه بيعملوا أعطال وحاجات ما شفتش في حد نزل بفيديو غير 15 اي سي سوري 11 اي سي وشوية مكونات أنت وصلت إزاي أنك إنت تقدر أنك إنت تعمل حاجة معجزة بالنسبة لمهندسين صيانة كتير هو أنا اكتهت جدا على نفسي جدا جدا وأنا استغنيت عن كل حاجة في الدنيا وركزت بس في الحتة دي عشان أقدر أوصل للمهارة اللي أنا بقيت فيها دي أن أنا أقدر أرس أصلا برضه في ربع ساعة بالكتير يعني الموضوع كان بالنسبة لك هواية ولا هواية وحاجة بحبها جدا عشان كده قدرت أوصل فيها أنت من البداية كنت حابب أنك إنت صيانة الإلكترونيات أو كنت حابب الإلكترونيات من الأول عشان خاطر كده بدأت أنك إنت تشتغل فيها أنا بحب الإلكترونيات أنت بدأت فيها إزاي بدأت أن أنا كنت عايز أتعلم فدورت هنا في مصر أن أنا حد يعلمني بس عايز أتعلم بالورقة والألم يعني عايز أتعلم مظبوط عايز لما يجيلي تيفون في مشكلة في الموزر بورد بتاعته أقدر أوصل للمشكلة علميا يعني بالورقة والألم بالفحص مش بالفهلوة أو أن أنا بالتكرار مثلا لأن في حاجات بتبقى معروفة لأ أنا أحب أعجبها أنا أعرف العطل ده إيه سببه عشان أقدر أحل المشكلة وما تظهرش تاني فكرت تاخد كورسات مثلا في اليابان أو الصين أو تسافر حالة زي كي أول حاجة أول ما بتديت أتعلم كان فيه واحد تايلاندي معروف جدا والرادل ده كان لف العالم وده كورس في معظم بلاد العالم في الآيفون وكان يعني شاطر جدا المفروض أنا رحت ساعتها دفعت ألف دولار وحجزت معاه وقعدت معاه كانت مدة الكورس خمسة يام عدت منهم ثلاثة يام بس اللي هم النظري كان فاضل يومين عملي جي في العملي لقيته ضعيف جدا جدا وأنا أصلا كنت راه عشان العملي فماكملتش الكورس ده بتاع جاكي ده وقعدت بقى بعدها فترة يقستيلي شهر مثلا كده اللي هو بقى يعني ده أقوى واحد في العالم المفروض وأنا رحت له وبرضه ما استفدتش منه بحاجة النقطة دي قد تتحافظ إنك إنت تنجح أو إنك إنت تاخد طريق تجتهد أكتر في الطريق آه طبعا أنا عينة دي وبصمم جدا طيب بتفكر في إيه لمستقبلك الفترة اللي جاية في خلال مجالك أو في خلال هندس الإلكترونيات بفكر إن أبل ما عندهاش قسم صيانة يخصها ولكن إحنا ممكن هنا في مصر إن شاء الله هنعمل حاجة بإذن الله أنا يعني في انتظار حد يكون سابورت ليا ونعمل حاجة كبيرة جدا نبقى صيانة أبل بس وناخد منهم كمان الحقوق إن إحنا نعمل ده عن طريقهم يعني لو حضرتك رجعت الأبل وقلت لهم أنا عايز أعمل صيانة حيقولك روح للمكان الفلاني حيوجهك فهنبقى إحنا لصيجست بتاعتهم إن هو يوجهك عندنا إن شاء الله يعني طيب يعني أبل الشركة الكبيرة دي ما فيهاش مركز صيانة هاردوير أبل ما فيهاش صيانة أبل حضرتك لما بيحصل مشكلة في الموبايل بتروح تقدمه تاخد باكين واحد تاني جديد وخلاص كده الموضوع انتهى فكرة إنك إنت تفتح بدايتك في إنك إنت تفتح مركز صيانة أو سنتر بدأت بها إزاي أول حاجة أنا خدتها كان بعد ما خدت الكورس بتاع الهومان ريسورس دوت وكررت إن أنا أعمل شفت كارير وإن أنا أعمل حاجة الوحدي طبعاً توجهت على الإلكترينيات لأن أنا حاببها جداً فتحت الأول محل الموبايلات في نادي الزمالك جوا نادي الزمالك أعدت فيه شوية فترة بعد كده خدت محل تاني في شارع محمد علي اللي هو فوسط البلد يعتبر قريب من عبد العزيز موازي لي لقيت الدنيا هناك زحمة وما اتبسطتش يعني مرتحتش فخدت بقى محل برا النادي لأن الناس كانت برضو عندها مشكلة في دخول النادي فخدت محل برا النادي يعتبر في شارع شهاب قريب برضو أنا أصلاً من المهانسين فقريب مني وشغل فيه الحمد لله فخدت محل برا النادي يعني لديك حالياً عندك فرعين فرعين واحد في نادي الزمالك وواحد ربنا يوفاك وربنا يزيدك هل قابل ليها فروق في مصر كتير؟ لا هي ليها سويتش بلوس ده يعتبر زي الوكيل ليها مش تريد لاين تريد لاين الناس فكراه او هو اخذ لسه سمعة انه هو التوكيل لا هو تريد لاين ما بقاش التوكيل حضرتك الضمان بيجي مع التليفون مكتوب عليه سويتش بلوس مش تريد لاين شخص بعقليتك وبتفكيرك وزكائك وان هو اتحدى ناس كتير ووصلت لمرحلة كويسة جداً في هندسة الالكترونيات ربنا يزيدك وفكرتش انك انت تستغل موهبتك دي انك انت تسافر برا او ما جاتلكش مثلاً عروض من شركات برا انا شايف ان الفيديو يعني شفنا في الصفحة بتاعت حضرتك ان في يابان معك وفد تقريباً او كانت معك جنسيات تانية يعني انت تقريباً وصلت لمرحلة حلو فليه ما استغلتاش انا كنت تسافر برا مثلاً اللي معايا على البروفايل عندي ده ده واحد اسمه وايمان وايمان ده يعتبر اقوى واحد في الصين في صيانة الالكترونيات او الايفون عامة وهو عنده هناك اكاديمية كبيرة جداً اكبر اربع اكاديميات في الصين هما بيدوا كورسات في صيانة الالكترونيكس والايفون خصوصاً فانا واخد معايا كورس ومعايا شهادة معتمدة من جيلون اللي هي المؤسسة بتاعته ان انا خريج من عندهم اتخرج من عندهم واخد كورس عندهم افكرش انك انت تطبق الفكرة بتاعته في انك انت تعمل مركز مثلاً تدريب او اكاديمية صعب علي لان انا شغل لوحدي شغل لوحدي ليه ما افكرش يبقى مثلاً معك مساعدين او معك بتاعت ايدك مثلاً التيم كامل ما بيطلعوش نفس الكواليتي مستحيل طيب لو شخص حابب انه هو يبقى زيك شخص ناجح او حابب انه هو يعمل شفت كرير يغير مجاله او حابب انه هو يجرب فتنصحه بايه انصحه ان ياخد الموضوع من البداية بالورقة والألم ياخده موضوع علمي ما ياخدهش بالفهلوة ابداً يمشي دايماً بالورقة والألم يروح يتعلم في مكان هو طبعاً في مصر هنا مفيش وتفر هتروح فين روح لحد يكون كويس يعلمك كويس هتطلع تشتغل هتراعي طبعاً ربنا في شغلك هبقى عندك ضمير اكيد ربنا حيوفقك وهتنجح اغلب الاكاديميات بيبقى اكتر من 50% من الكورسات بتاعتهم بتكون نظري فمن وجهة نظرك او من خلال التجربة العملية اللي انت خدتها هل النظري بيعلم فعلاً ولا هي الممارسة هي اللي بتمكن الفني اكتر في مجاله لا هم الاتنين بيكملوا بعض الاتنين بيكملوا بعض طبعاً ماينفعش تشتغل من غير نظري وماينفعش تشتغل من غير عملي في ناس كتير مثلاً بتروح لحد فني سيانا فبتقول انا عايز اتعلم فبيقول له هات كورسي وابقعد جنبي فبيبدأ ان هو ايه يقول احنا بنرفع الـ IC هكذا بنركز سماع فبيبدأ ان هو يشرح له فده تقريباً ما تعملش نظري وما يفهمش لو جات له البوردة اقول ماي ماظر مش هيعرف اي حاجة هقول لحضرتك بقى معظم الشغل اللي بيجيلي بيبقى لف كمان عند الناس كتير قبل ما يجيلي تمام هو اللي اميزني ايه ان انا راجل فاهم انا بعمل ايه اما بيجيلي بوردة انا بقسها من الف للياء زي ما بيقول كلها وبحدد كل المشاكل اللي فيها وبعملها وبديله التليفون وبديله كمان ضمان سنة على التليفون يعني ضمان ضمان سنة على التليفون او على الـ IC اللي انا عملت فيه او على المشكلة اللي عندك انها مش هتكرر تاني تقريباً ما فيش حد انا بيدي ضمان سنة واثق قوي في مجالك علشان خاطر كده بدي الضمان ايه الصقة دي بقى جات منين انك انت تضمن انك انت تديره ضمان هقولك انا اصلا كنت بدي ضمان مدى الحياة بس الناس كانت بتعرضني يعني ايه ضمان مدى الحياة يقول لي يعني ففعلاً لقيت عندهم حق وانا مش ضامن عايش اصلا يعني ايه مدى الحياة احبين ايديك صح فسنة كويس تمام فحطيتها سنة هقول لحضرتك بقى يا جيال منين ان انا دلوقتي راجل فحصت البوردة كويس قوي وعرفت الخلل فين بالزبط جوه الموذر بورد فانا بعالج الخلل اللي جوه الموذر بورد ده بقى حاجة احسن بعمله احسن مكان موجود يعني لو الشركة مطلعة مثلا الاي سي ده والتحتي فيه رجلين ضعاف انا بعمل الرجول دي بخليها اقوى من الرجول اللي هي ريجنال بتاعة البوردة بكتير فانا واثق ان التليفون كله لو قصر الرجول اللي انا عاملها دي مش هحصل لها حاجة كانت هوياتك ايه يعني بجانب الصيانة وبجانب الهندسة والمرحلة اللي انت خطها هل كانت ليك هويات تانية اه طبعا يعني عندي كوكتيل بقى يعني وانا صغير كنت بحب المزيكة وخدت كورس في معهد موسيقى اللي في الزمالك وكنت بعز في درامز ووزير التربية والتعليم كان مكرمني في حفلة في المدرسة ان انا كنت صغير جدا وبعز في درامز بروفيشنل يعني وبعديها لعبت شوية كيك بوكس وبعديها بقيت بحب الموسيقلات جدا ما فكرتش انك انت تسافر تشتغل برا كان ممكن جات في عروض جات في عروض حلوة جدا بس ما فكرتش انك انت تسافر عروض ما تتفوتش كمان يعني كان ممكن مرتب بيوصل خمس تلاف دولار في الشهر برا اكل وشرب يعني ومكاني وكل حاجة خمس تلاف دولار اللي هتخطون في جيبك فده بالنسبة لو حولتهم مصري رقم يعني رقم كبير طبعا رقم كبير اه طب ايه الفكرة لخديدك انك انت تتمسك وانك انت تكمل تكمل مشوارك هنا او ايه الهدف اللي عندك انك انت تكمله هنا هقول لحضرتك انا فعلا لو سبت هنا ومشيت سافرت كل اللي انا عملته في الست سنين اللي فاته دور رواح هنفعر طب اللي ما فكرتش تفتح ليه فتحت فرعين وقعت في زماك وقعت في موانسين اللي ما فكرتش انك انت تتوسع اكتر من كده او تفتح في محافظة تانية انا حاليا انا نفسي افتح في كل محافظة فرع دي حقيقة لان الناس بيجي لي من كل المحافظات وبيتعبوا جدا يعني هو بيجي لي يوم كامل عشان يسيب لي الموبايل وصلحوله ويجي تاني يوم عشان ياخد الموبايل فانا بحس الناس تتعب جدا في محلات بتتعامل معهم من المحافظات بيبعتولي الأجهزة مع شركات شحن فانا حابب افتح في كل محافظات مصر ان شاء الله وريب ان شاء الله جميل خالص ربنا وفاق طب احنا عايزين نختم الحلقة بتاعتنا بنصيحة بقى للشباب الناس اللي التلفونات بتاعتها بتتسرق وبيستعوضوا ربنا فيه تنصحهم بقى بقى هل في طريقة فعالة هم يسرد تلفوناتهم او ايه الخطوات اللي ممكن ياخدوها بص هو الطريقة اللي انا اقول هلك دي غيبة شوية يعني ممكن تكون او مرة تسمعها بس هي دي الطريقة الصحة عشان تقدر تجيب بها تلفونك ده لو انت عايز تجيبه موضوع ان التلفونك يديع دي وتعمله لست يعني تبلغ عن الشركة ان التلفون ده مقفول ده غلط 100% حضرتك التلفون دلوقتي يتعمل لست معنى كده ان التلفون بتاعك ده واتيفر اللي لقاه او اللي سرقه حياخدو حيكشف عليه انا كده اكلم مين او اتواصل مع مين او بلغ فين ما انا بقول لحضرتك اهو اللي هيكشف على التلفون اسواء كان الحرامي او اللي لقاه هيكشف على التلفون حيلاقي ان التلفون دلوقتي معمول لست يعني مسروع او ضايع اوكي فبالنسباله كده التلفون بقى حتة حديدة فحيروح نازل بقى وسط البلد او حيشوف اي حد بتاع موبايلات يشتري منه كاكاة اغيار فكده انت عمرك ما حتشوف موبايل ده تاني ده هيبقى كاكاة اغيار يعني الشاشة بتاعتك هتتفك وتتبع لوحدها الكاميرا الموذر بورد بتاعتك دي هتبقى حقل تجارب اه خلاص انسان ده بالنسبة للآيفون ولا التلفونات بشكل عام ده عمتا بالنسبة للآيفون لان هي الشركة دي الوحيدة اللي عملة اللي بتحمي خصية خصية اللوست والكليم في التلفونات التانية لا موضوع سهل بيخش يقدر يغير السيريال نومبر بتاع التلفون حتى لو انت عامل محضر بالسيريال نومبر انت مش طرف تجيبه لان انا غيرت السيريال نومبر اصلا مش ده اللي انت بتدور عليه لكن آيفون ما فيش الكلام ده ما حدش يقدر يغير السيريال نومبر فالنصيحة اللي انا هقولها ان انت تلفونك اول ما يتسيري او يضيع تخش تشيل من عليه الاي كلاود بتاعك على طول انا بقولك كده دي حاجة غريبة هو بس هو ده صح ان انت لما تشيل من عليه الاي كلاود هو هيقدر يستخدمه هيقدر يحطي في شريحة موبايله بشيل الاي كلاود ازاي هو يقدر يخش على السايت على الويب سايت بتاع ابل يعمل ريموف للأكاونت بتاعه من على الموبايل يشيل الموبايل بتاعه من الاي كلاود طبعا النقطة دي كده الموضوع سهل ان هو التلفون بتاعه لما يتعامل الاي كلاود بدلا ما يروح لمعندس ممكن يدخل يعمله ايو ما هو هيدخل بنفسه لا هو ما بيفكش الاي كلاود هو بدلا ما هيعمل التلفون لوسط لا شيل الاي كلاود بتاعك خالص من على التلفون بحيث ان هو ياخد التلفون هو كده كده مش هيقدر يوصل للداتة اللي عليه كده كده يعني فحيعمله صوفت وير فبعد ما التلفون بتعمله صوفت وير اول حاجة بيطلبها منك الاي كلاود عشان يتأكد انت صاحب التلفون ولا لا تمام فطبعا لو التلفون يضيع وحضرتك طالب الاي كلاود يعني انا لقي التلفون وهو ده اللي تطالب مني الاي كلاود انا معرفوش حبيعه كطع غيار لكن لما افتح التلفون وحضرك كنت شلت من عليه الاي كلاود حاجة افتحه هيشتغل معاه نورمل عادي هحط شريحتي هيجيب شبكة وهيتصل وهيتكلم فهنا بقى انت هتقدر تجيب تلفونك ازاي حضرتك هتنزل بالعلبة تعمل محضر في مباحث الاتصالات وتشوف محامي كويس يكونش اغال في الموضوع ده وتمشي معاه وفعلا بيرجعوا تلفونات يعني في كذا حد معروف على النت او على الميديا بيرجعوا تلفونات الناس المسروقة بس عن طريق العلبة وما تكونش عامل التلفون لست لان لو لست انا مش هعرف اجيب التلفون لازم التلفون تحطي فيه شريحة عشان اعرف بالشريحة دي بالرقم مين صاحب التلفون واقدر انزل اجيب منه التلفون جميل جدا اماما ربنا يوفاقك وانا واثق ان لك مستقبل ناجح باذني الله ومبسوطين جدا ان احنا قابلنا شخصية مغامرة زي حضرتك وانها عفرت لحد ما قدرت انها تحقق ذاتها واستنونا الخميس الجاي مع شباب وهواية مختلفة وانتظرونا الخميس الجاي عقل مساء 4.5 مساء اشتركوا في القناة